السلام عليكم. كديرين لبس عليكم. كل شي مزيان. نتمنى من الله تكونوا كاملين بيخلوا على خير. ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم هالطاجين هالطاجين مغربي. هالطاجين اللي كيجي زوين بزاف. لا في المنظر ولا في المطاق. اه كيجي معزل وكيجي معلك هالطاجين هذا كيجي خطير. ضروري انكم تجربوه. اوكي طيب بلا ولا نقطة دي الماء. المهم كيجي خطير. ضروري تجربوه. ما غديش نطول عليكم. غنا خليكم مع المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممسعة. بسم الله على بركة الله. عدنا وحد كمية دي الجاج الرومي. ممكن تديرو البلدية اللي توفر عندكم البلدية. غادي يكون احسن. نضيفو حد اه اربع كاز دي الزيت الزيتون مخلطة مع الزيت النباتية. لعبار بكاز العنبا. وكن نضيفو حد البصلة مشلدة. هادي نضيفو حد اه مع ملعقة كبيرة دي القصبر ومعدنوس. نحتاجو الملح حسب الضوء. نحتاجو حد ملعقة صغيرة دي القصبرية بس مطحون. وكن نحتاج ملعقة صغيرة دي الخرقوم البلدي. وكن نحتاجو حد ملعقة صغيرة مع مراش دي السكين جبير. كنحتاجو حد نص ملعقة صغيرة دي البزار. وكن احتاجو حد اه اربع مكعب دي الزيت الفران. كنحتاجو حد العويد دي القرفة. وكن نحتاجو حد تلاتة الفصوص دي التومة محكوكة. كنحتاجو حد ملعقة صغيرة دي السمن. وكن نحتاجو هاد المكوين هاد الصراحة اللي هو التمر كي صراحة كيعطيه حد النون الخاطر. يعني بلا ما نحتاجو اه نديرو سكار سانيدة ولا العسل اللي كيكون نساوب غير من غير من سكار. اه صراحة اه جربوه به ها الطريقة هادي بالتمر وان شاء الله غادي غادي نترحمو لي الوالدين على هاد على هاد طاجين هادا. كيجي معلق به هاد التمر هادا. كيجي معسل اه كما معروف طاجين هادا. وخا كنديرو فيه زبيبو لكن ضروري كنديرو فيه سكار باش يتعسلينه وتتعلك. ولكن جربوه بالتمر ان شاء الله وهو غادي نتشكروني انا متأكد انه غادي يعجبكم. والنوع ديال التمر اراني درت السكاري. مهمتما كل كيلو ديال الجاج ديرو فيه ثلاثة ديال التمرات. صافي او كندير اه الجاجي تشحر فوق البوتة. كنجاهدو البوتة شوية المرلولة لانه طاجين بارد باش يسخلينه رخصو شوية ديال الوقس. اه ما فيها بس الى جهدناه من يلا نحطوه فوق فوق البوتة. ولكن من بعد عاد باش غادي لنا نقصو عليهم اللي يتقللينه هاد الجاج. اه ان شاء الله ونكملو المكونات مازال اللي خصنا نزيدو في الطاجين هادا. عاد باش غادي لنا الرخفو البوتة. والمارة ما كنديرو حتاشي نقطة ديال اللماء. نهائيا كي طيب لا ولا نقطة ديال اللماء. سافيك نخلي وهي تتقلم زيان باشي الجاجي تشرب لنا آآ العطرية توابيل. هنا غادي نضيف ذاك العود ديال القرفة بلدية. سافينا نخلي وهي تشحر. مرة برة هاكا نقلبو. بنعودش لكم جا خاطير هالتاجين ضروري ما تجربوه. ونجربوه بتمرها البنات صلى الله العاطمة لا غادي يعجبكم. كيجي مع السلو كيجي معلك صراحة كيجي خاطير. شوفو التمر يعني راح ضغيكي ما تقولوش رغا ديبقى هاكا كاكولة بين. راح ما كيجيش يبان كيدوب. راح غير ملي كيكوني تتقلم عد شاش كيدوب ما كيبقاش. واكتر يدك التمر سكاري. انا كندير دائما هاد النوعه ده لف هالتاجين ولف في الكرعين كما كتشوفو معي في الفيديوهات السابقة. وليح تلحم الراس. صراحة كيجي معلك وكيجي زوين. اه بالنسبة هنال البصلة عندي هنا واحد جوج بصلات اكبار اللي مش لطين. اه شوية اه شنيف اه ارقاق. اضفت ليه محد نسمع القاة صغيرة ديال القرفة. واضفت ليه محد القبيسة ديال المليحة باش ما تطيبش لنا هاد البصلة من السوسة. حيط كنديروها غير من الفوق. صافي وكنحتاج وعدي واحد الكيمية من العينب المجفف او الزبيب. وشوية ديال ديال البرقوق. اللي رقتهم من قبل. تقريبا واحد من الساعة كرقتهم قبل. وغسلتهم مزيلا. صافي صفيتهم وحطيتهم على جنب. مهم زبيبرا نخلطهم على البصلة كمشتهم معي. صافي دفا غادي نضيفو البصلة. على الدجاج. وبنسبة للطاجين ضروري نضيفو ديال الحديدة. باش ما يترتقش لنا. ضروري اللي كتكون ما بين الطاجين والبوطة. صافي وكنديرو البرقوق. صافي وكنديرو حد تقريبا واحد الملعقة صغيرة ديال كبيرة عفوا ندير زيت السيسون من الفوق. صافي وكنغطيو عليه. انا غير غطيت عليه تقريبا ما كيناش واحد خمسة دقاق. والبلول بده كيخرج مع الجناب. لان البصلة كتطلق الماء كمشتوا معي. عاد باش حييت القفالة ديال الطاجين. وبديس كناخد من هادك الماراق وكنديروه على البصلة. باش حييت يعني تشرب لنا ديك توابل اللي درنا للتجاج. كما كتشوفوا معي ضروري نديرو هاد العملية هذه ضروري نديروها. لانا ممكنش غدي نحط القفالة غير هكاك. لانا غيبدي خرج لي البلول من من جناب. حييت البصلة كتطلقت الماء بزاف. يعني ليش قلت لكم انا الطاجين هادا ما كيحتاج رقع الماء. ما نديرو فيه حتى نشي نقطة ديال الماء. صافي وكنخليو الطاجيني طيب حتى كيت تعسلينا. ومر مر نقلبوه باش ما يتحركش لينا. ملتحس مرة مرة نديرو حد الفورشيت. ونحركو هكا طريفات ديال الجاج. صافي احتكي باللي نطاب. وقفز ويتا ديالو. وكيجي على حد شكل هادا كنقدموه بصحة والراحة. ما نعودش لكم. يعني شا نقول لكم. عمقا نشاهي فيكم. ولكي را كيجي خطير. ضروري تجربوها البنات. وتقولوا لي فتعلق كيجاكم. وكنقول لكم مع فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة.